أهلا بحضراتكم مرة تانية الحقيقة أن كل هذه المشروعات التي تكلمنا عنها في حلقتنا النهاردة كل هذا المجهود الكبير لم يكن يتم من دون تقديم دعم ودعم حقيقي من المحافظة كل المشروعات كانت المحافظة داعمة لها وكان فيه تنسيق بين الوزرات المختلفة وبين المحافظة لكي تتم هذه المشروعات مدن صناعية مدن سكانية جديدة مشروعات زراعية مدن صناعية فيه كم كبير من المشروعات تم تنفيذه زي ما قلت لحضراتكم أن الخطة والاستراتيجية تم وضعها في 2014 والدولة ماشي عليها وفق ما تم تخطيطه وما تم حتى الآن يعتبر إنجاز زي ما حضراتكم شفته من خلال التقرير ومن خلال فقاراتنا المتنوعة عن المشروعات اللي تمت عشان نعرف إزاي المحافظة ساعدت في إن المحافظة شمال سيناء تكون من المحافظات الجاذبة للاستثمار كل التفاصيل دي هنعرفها من سيادة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ست اللي هو صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك وكل سنة حضراتك طيبة فندل صباح الخير وكل سنة ونطيبين وشعب المصري كله بخير إن شاء الله يا أهلا بيك حضراتك موجود طبعا من 2018 في المحافظة فشاهد عدد كبير من المشروعات اللي كانت تحت الإنشاء لحين الانتهاء من هذه المشروعات وتم افتتاحها خلال الفترة اللي فاتت وإحنا في أيام احتفالات وإحنا خلاص تعودنا على إن احتفالات الأعياد القومية ما بقيتش احتفالات بحفلات فقط لا بقيت افتتاحات كلها عبارة عن افتتاحات عدد كبير من المشروعات حتى إنه في بعض المشروعات لم يكن تم الإعلان عن وضع حجر الأساس لها أو ما شابه لكن بنسمع على طول عن افتتاح هذا المشروع فعايزين نتكلم حضرتك في البداية عن الخطة اللي وضعتها الدولة من أجل إعادة الحياة مرة أخرى إلى شمال سيناء وطبعا أهلا بك يا أبعان وسعيد بأن أكون معاك طبعا إحنا أي مشروعات بتتعامل لخدمة المحافظة وخدمة أهل المحافظة فهي إذا كان المنفس جهة تانية ولا غيره إنما هي أصلا لخدمة المحافظة فإحنا يعني محاور عديدة بنشتغل عليها وعلى وجه الخصوص إذا يعني سمناهم محاور التنموية المختلفة إحنا شغالين محور التنمية الزراعية ده طبعا محور أساسي محور التنمية الصناعية والتعدينية ده برضو محور أساسي والأهم من دول كلهم محور التنمية المجتمعية لأن طبعا مهما تعمل من مشروعات والمواطن في حاجة ما بتلبيش احتياجاته كل ده مش في دماغه هو عايز تلبية احتياجاته فإحنا بنقول رعاية خاصة لمحور التنمية المجتمعية وأهم حاجة بقى طبعا في محور التنمية المجتمعية توفير مياه الشرب والصرف الصحي توفير سكن ملائم توفير طريق مناسب المواطن يمشي عليه كل الحاجات دي كلها لخدمة المواطن دي مشروعات تم تنفيذها ومش حنقدر نقول تم بس بس ولكن واستمرار تنفيذ مشروعات لأن طالما موجودين في توسعات في امتدادات للخدمات المجتمعية يعني لازم حيبقى فيه شغل مستمر بصفة يعني ما قدرش أقول مثلا خلصت أسفلت مثلا أو خلصت طرق لأن برضو طول ما فيه مشروعات طول ما احنا شغالين وبنكمل بعض في هذا الموضوع عظيم إزاي بيتم التنسيق بين المحافظة وبين الوزارات المعنية يعني لو فيه مشروع قومي مثلا الدولة قررت أن هي تنشئه هنا في شمال سيناء وفيه وزارة معنية هي المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع إزاي بيتم التنسيق مع المحافظة بداية أي وزارة عشان تنفذ مشروع في داخل محافظة شمال سيناء لازم يصدر لها قرار تخصيص للأرض لأن هي المحافظة هي جهة الولاي فلازم يعود معايا في البداية ونتناقش في هذا الموضوع طبعا أنا مش هتدخل فنيا في حاجته اللي هو هيعملها ولكن بنتناقش فيه مكان المشروع مكان العناصر الخدمية للمشروع ما هو مش هيعمل مشروعه في صحرة لازم يكون الحاجات الخدمية اللي هي موجودة لدى المحافظة لازم توصل للمشروع للمشروع وإلا مش هيقدر ينفذ المشروع بتاعه ومعظم على فكرة المشاريع برضو هي مشاريع خدمية يعني أنا ما يجي مثلا أعمل اسكان اسكان اجتماعي اسكان تعاوني أي نوع من أنواع الاسكان ما هو ديل لخدمة المواطن ولخدمة المشروع برضو فاحنا بنقول إنه إحنا منظومة عمل واحدة كل واحد له مجاله اللي موجود فيه ثم بعد كده خالص المشروع بيكتامل زي مشروعات الإسكان زي ما بقول يعني يعني إحنا عندنا مثلا هنا الإسكان التعاون إسكان التعاوني داخل في حوالي 2618 شقة إسكانت تعاوني عمارات كانت موجودة ويعني 105 عمارة قعدنا يعني هدناهم كلهم وبلناهم من أول وجديد لأنهم كان قايلة للسقوط وطبعا ما يفعش في منطقة المساعيد طبعا وعديد من المشروعات يعني طيب ده عظيم جدا الحياة في نقطة بقى غاية الأهمية هي بقت من الماضي الحمد لله بس حابين برضو إيه نتكلم عنه وهي محاربة الإرهاب إزاي قدرنا نمشي في الخطين مع بعض عملية التنمية تكون مستمرة والمشروعات بتنفذ على أرض الواقع وفي نفس الوقت أنا عندي مهمة تانية مهمة كبيرة وهي محاربة الإرهاب هو طبعا يعني يعني خليني يعني قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك أنتاز الفرصة حقيقي وأشكر مسلس القضاء على الإرهاب مسلس القضاء على الإرهاب كان بيتكون من ثلاث أطلاع الضلع الأول هو القوات المسلحة قوات المسلحة بأفرحها المختلفة بأفرحها المختلفة بحرية جوية كل التخصصات بتاعة القوات المسلحة ده كان ضلع المسلس الأول ضلع المسلس التاني الشرطة المدنية وكانوا الاتنين بيشتغلوا في تناغم يعني قمة في الأداء وكل واحد له مسؤولياته والقطاعات مقسمة بين القوات المسلحة وبين الشرطة المسلس التالت بقى اللي كان يعني محدش يقدر نستهن عنه المواطن السيناوي مواطن السيناوي طبعا قدم خدمات جليلة للقوات المسلحة أو للشرطة لأنه طبعا هو أهل مكة أضرب شعابها فهو موجود هنا على أرض على الواقع وعلى الطبيعة وهو اللي عارف كويس قوي أنا آسف يعني الجحر ده بيودل فيه فطبعا تناغم العمل في هذا المسلس خلى الشغل يبقى بصورة كويس طيب إحنا عشان خاطر الأداء يكمل أو نقدر نحن نقضي على الإرهاب كل جهة لها مهمة شغالة فيها يعني المحافظة مثلا يعني إحنا مثلا الحاجات اللوجستية كلها اللي كان بتحتاجها سواء الشرطة أو القوات المسلحة أو المواطنين دي منظومة كانت متكاملة شغالين فيها بصورة كويسة ورغم إن إحنا بنختلف عن أي محافظة إحنا عندنا قناة السويس بتعتبر كانت في الماضي بتعتبر أحد الموانع الرئيسية اللي موجودة لعبور الاحتياجات من الشرق للغرب أو من الغرب للشرق طبعا الطفرة الرئيسية اللي عملها السيد الرئيس الجمهورية الرئيس عبد فتاح السيسي في إنشاء الأنفاء الأنفاء ده سحر يعني سحر يعني كنا نفق الشهيدة أحمد حمدي أول ما ما تعمل وخلصنا منه مدى سعادة الناس وهي بتعدي رايح جاي وكان من ده وكان حارتين في اتجاه واحد لكن مع الضغط ومع زيادة الكسافة السكانية احتاجنا الأنفاء وهنتكلم عنها بتوسع لكن بما أن حضرتك ذكرت دور أهالي سينة في عملية التنمية فالحقيقة لا يمكن أن نغفل دورهم خلال طيلة السنوات الماضية دايماً بيقدموا الدعم لمصر دايماً بيقدموا الدعم للدولة في كل المحن وفي كل الأزمات وفي كل المواقف طبعاً خلالنا نروح نشوف تقرير عن دور أهالي سينة ونرجع لحضراتكم مرة تانية دور وطني كبير أمبيه شيوخ وعواقل وأهالي سيناء في دعم القوات المسلحة ومعاونتها في فرض السيطرة الأمنية وتطهير سيناء من العناصر التكفرية والإجرامية وبعد القضاء على الإرهاب الأسود والجماعات الإرهابية في ملحمة كبرى جسدتها قواتنا المسلحة والشرطة المصرية بالتعاون مع أهالي سيناء المخلصين كان العبور الجديد لسيناء الحبيبة نحو التنمية من خلال إطلاق المشروعات القومية واللي بتتضمن إنشاء ميناء العريش العالمي وجمعة العريش الحكومية ومحطة الكهرباء بالشيخ زويد وأكبر محطة لتحلية مياه البحر في غرب العريش وإنشاء أنفاق تحيا مصر واللي ربطت سيناء شمالها بجنوبها بجميع محافظات مصر بخلاف التوسع في الزراعة في قرى سيناء كمان أقيم لأول مرة حفل إفطار جماعي في مدينة العريش بشمال سيناء وكان ده بمثابة إعلان رسمي بالقضاء على الإرهاب وعودة الحياة لطبيعتها لأرض الفيروز هذا الحدث كان رسالة للعالم بأن سيناء خالية من الإرهاب بفضل جهود القوات المسلحة وتضحيتها وأعطى دلالة على عودة الأمن والاستقرار في كل مناطق سيناء سيناء ودينا سيناء عيشة فينا شلنا فالينا هنجمونا بيدنا سيناء حتامل ما نطمن ونفيد تأمينا طبعاً كل الشكر لهم مجود كبير جداً بزالويا ساد تلويا يمكن حضراتكو هنا في المحافظة يمكن لمستوا هذا المجهود لكن مهم أن الناس تعرف كمان دورهم في مكافحة الإرهاب خلال الفترة وطبعاً خليني نقول إحنا يعني من فترة طويلة يشاء القدر أن هي تكون محافظة شمال سيناء على الحدود الشرقية لمصر وأيضاً لم تعرف مصر أي عداء خارجي إلا من الاتجاه الشرقي فإذا على مر العصور كان هناك دور متكرر ومستمر وإيجابي من أهالي شمال سيناء لحماية مصر كلها لأنه هم اللي وقفين على خط الحدود والحمد لله في جميع الحروب اللي خضتها مصر كان لأهالي شمال سيناء دور رئيسي طبعاً من زمان من أيام الصليبيين والهكسوس وخلافه كانت دور رئيسي لأهالي محافظة شمال سيناء عظيم كنا بنتكلم على طول قبل التقرير وحضرتك تطرقت للأنفاء وإزاي الأنفاء سهمت في عودة الحياة مرة أخرى وفي زيادة حركة التجارة كمان تمام طبعاً الأنفاء ده أنا زي ما بقولها كده يعني أنا بعتبرها عمل سحري بيحول لأن إحنا كنا عشان نتنقل من الغرب للشرق المعديات وخلافه طبعاً كانت وسيلة ولكنها مش زي الأنفاء بأي حال من الأحوال كان في صعوبة طبعاً بتعبر من الشرق للغرب ما يكملش عشر دقايق بتعبر من الشرق للغرب فالأنفاء عملت يسر وتيسير لجميع المواطنين عشان خاطر يعبروا من الشرق الغرب أو العكس من الغرب للشرق دي طبعاً يسرت خالص في دخول الاحتياجات لمحافظة شمال سيناء وللشركات العاملة في شمال سيناء عظيم يمكن كلنا اللي شفنا تابعنا الصور الإفطاري الجماعي اللي كان على المشاط تمام تمام الحقيقة يعني فرحتنا كلنا إيه المجهود اللي حصل عشان نوصل في النهاية إلى هذه الصورة الجميلة هو طبعاً يعني يعني الحدث ده حدث رمزي إحنا بنرمز به لحاجة يعني مش الهدف إن إحنا طبعاً ناكل مع بعض كلنا كأسرة سينوية ده حاجة جميلة ولكن الرسالة الأساسية إن أما تبقى عاصمة عاصمة شمال سيناء مدينة العريش تخرج عن بكرة أبيها وعلى شاطئ البحر العبد المتوسط اللي هي بتمتاز به يفرشهم ويكلهم ويبقى يوم احتفالي عظيم دي رسالة بتوصل إحنا حضرتك مش عارف يعني أكيد القناة نقلت الحدث المهم الرئيسي وهو سباق الهجن سباق الهجن بأن 12 سنة ما عملناش هذا السباق عملنا السنة اللي فاتت وكان عمل تجربية السنة تعمل آلاف مؤلفة من الناس كانت موجود ده 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 برضه مش في الحدث ذات نفسه ولكن في الرمز والرسالة اللي إحنا عايزين نوصلها للناس كلها واخد كان إحنا بقىنا دلوقتي يعني حوالي آآ 15 يوم كل الشالهات وكل الشقة فول بورد فول بورد فأنا حتى انتهزت الفرصة ودعوت أهلنا كلهم في مصر كلها أنه يستمتع بصيف جميل إن شاء الله في مدينة العيش أو في محافظة الشباسية جميل فعلا صح طبعا عايزنا نعرف حضرتك نقطة بقى غاية في الأهمية طبعا لكن إحنا محتاجين نروح لفاصل لكن هنتكلم عنها بشيء من التفصيل وهو تقديم الدعم للسيدة السينوية إزاي المحافظة قدمت دعم طبيعة وشكل هذا الدعم المبادرات اللي اتعاملت للسيدة السينوية وكنا لسه في بداية الحلقة بنتكلم عن الدعم المقدم لسيدات الروضة بعد ما فقدوا ما يزيد عن التلتمية شهيد في طبعا الحادث الجبان الإرهابي الخسيس اللي نال طبعا من أبناء قرية الروضة وهم بيصلوا الجمعة في المسجد طبيعة الدعم المقدم للسيدات في هذه القرية تحديدا وبشكل عام للمرأة السينوية طبعا هنعرفه لكن بعد الفاصل مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع بعد نكمل باقي فقرة الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير بدعم وتنمية المرأة السينوية التي قامت بدور مشهود في بث روح الوطنية في أبنائها وعدم الانزلاق في أفكار سيئة تضر بالمجتمع المصري بالإضافة إلى دورها في مكافحة الأفكار الإرهابية والمتطرفة كما تمثل المرأة السينوية في قرى محافظة شمال سيناء قوة اقتصادية فاعلة في الحياة بما تقيمه من مشروعات المتناهية الصغر مدرة للدخل والتي تعتمد عليها في سد احتياج الأسرة هذا إلى جانب المشغولات اليدوية وهي تحاول من خلالها الحفاظ على التراث السينوي بكافة أشكاله وتحقق دخلاً لأسرتها لرفع المستوى الاقتصادي لها وإثبات وجودها كشريك فعال في المجتمع الصندوق الاجتماعي للتنمية تمنى عدة مشروعات لتنمية المرأة السينوية منها توصيل مياه الشرب في محافظتي جنوب وشمال سيناء إضافة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمول من الصندوق بحوالي 628 مليون جنيه مع 440 جمعية نظراً لأن المرأة السينوية لديها حرفة تراثية رائعة هذا إلى جانب معارض الصندوق الاجتماعي بالخارج التي تشهد إقبالاً واهتماماً كبيراً حيث تعرض هذه المنتجات السينوية من الحاجات المهمة جداً اللي سمعتها في التقرير يا سيادة اللي هو هي دعم المرأة السينوية لما قامت به من دور خلال الفترة اللي فاتت وعايز أركز على الدور التوعوي اللي قامت به المرأة السينوية هو احنا طبعاً المرأة برضو سمة رئيسية في الشمال السينوية المرأة لها دور كامل في الحياة السينوية وحدها كنت بتتكلم قبل ما نطلع فاصل على دور المرأة السينوية في الأسرة ذات نفسها احنا لهذا الموضوع شغالين على محورين المحور الأول وهو محور يخص وزارة التضامن الاجتماعي وهذا المحور ما يطلق عليه التمكين الاقتصادي ان احنا بنخلي المرأة السينوية كيان مش عايزين نقول كيان مستقل ولكنه كيان اذا كنا في الوادي والدلتا وفي الشغل وكلام من ده الكيان الراجل بيقبض كيان منتج فالهدف ان احنا المحور التاني فيه مع المرأة وده بتتبنى وزارة التنمية المحلية انها عملت مشروع اسمه ايادي مصرية مشروع ايادي مصرية ده المرأة السينوية نجيب لها المواد الخام بتاعة المشروع اللي هي حتشتغلوا وبرضه ناخد منها الحاجات دي ونسواها لان هي مشكلة المشروعات خاصة المشروعات اليدوية اللي موجودة عملية التسوية فكان المشروع اللي اقرته وزارة التنمية المحلية والساد وزير التنمية متابعه بكل دقة هو مشروع ايادي مصرية يبقى احنا عندنا محورية اتنين شغالين عليه محور بتاع وزارة التضامن وده بينصب في التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع المشروعات المحور التاني اللي هو محور ايادي مصرية الاتنين مع بعض بيطلعوا منتج واحنا لسه من حوالي كده يعني شهر موزعين على سيدات اكتر من ستمائة رأس ماشية اغنام بايه كمان ما بندهاش رأس الماشية كده لا ده احنا بندها كمان علف يقضيها شهر بحيث ان هي تبقى دخل على المشروع مش خايفة لا ما تلاقيش كذا او ما تعملش كذا لا بندها الحاجة وعلى القياس برضو الدواجن يعني حاجات بتاعت تربية منزلية ومشهورة عنها الست السينوي غير بقى الحاجات الهندي ميد والحاجات دي انما نبتكلم فيه المشروعات الأخرى عظيم من المشروعات المهمة كمان اللي حصلت في المحافظة خلال الفترة اللي فاتت هي مشروعات الاسكان يعني احنا عندنا مبادرات ومشروعات لتغيير الواجهات اللي تحطمت نتيجة طبعا الاعمال الارهابية وعندنا مشروعات اسكان كتير جدا موزعة في مراكز المحافظة كلها احنا 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 في الحتة دي اه يعني اه بوجه الشكر لجهتين للقوات المسلحة لان هي اللي قامت بتنفيذ اعادة الانضباط هقولها للواجهات بتاعت الامارات نتيجة الارهاب والطلقات اللي كانت مخرمة في المنازل وكلام من ده وايضا ليه وزارة التنمية المحلية لانه استاذ وزير التنمية المحلية رصد فورا تلاتين مليون جنيه اه اه ادفعوا للقوات المسلحة عشان تقوم برفع الكفاءة وفعلا كان هذا المشروع اه وخاصة في الشوارع الرئيسية يعني الشارع البحر حاجة التانية اللي عايز اقول عليها ومهمة جدا اه سات الرئيسة ما بدأ ينشئ محاور اه في القاهرة الكبرى بقى اه الجيزة والقاهرة وخلافه اه ما نساش نصيب اه شمال سينة في احد الاجتماعات كان بيتكلم على المحاور اللي بيتم انشأها في القاهرة والجيزة واصدر سيادته تعليماته بان محافظة شمال سينة يكون لها نصيب رئيسي في هذه خطة هذه المحاول واخد كان يعني احنا شغالين دلوقتي وعلى وشك الانتهاء عاملين في مدينة العريش تلت محاول رئيسية محاول رئيسي الاول ومحاول الكورنيش وده اول محاول المحاول التاني المحاول الاوسط اللي هو في وسط المدينة المحور التالت محور دائري خلصنا تقريبا محورين منهم وشغالين في جزء من التالت اه ومش بس في العاصمة احنا في الشيخ زويد اللي هي بقى قاست من الارهاب وكلام من ده اه الشيخ زويد احنا بنعمل فيها برضو نفس المحاول عاملين عليها محور دائري لان دلوقتي مين رفح بقى بيستخدم فبالتالي العربيات الكبيرة ما ينفعش انها تخترق وسط البلد وتمشي تسبب مشاكل وحوادث وتبوز الطرق وخلافه فكان التوجيه انشأنا محور دائري حوالين مدينة الشيخ زويد وكمان عملنا حاجة ان احنا عندنا العبخ بتاع مدينة الشيخ زويد بينتهي عند قرية الجورة خدنا محور رأسي من الجنوب للشمال محور رأسي يوصل ياخد من الجورة لغاية سحل البحر في منطقة الشيخ زويد ده طبعا حل ازمة كبيرة جدا بتاعت مواصلات وبتاعت تجمع يعني حاجات كلها لصالح بقول وخدمة المواطن طيب سيادة محافظ زيارة الرئيس عبد فتح سيسي لسينة ولقاءه بالاهالي في سينة اعتقد ان فيه رسال طمقانة كتير جدا لاهالي سينة بان الدولة معاهم رسالة الخارجية كمان بتقول ان شمال سينة او ان سينة بشكل عام الحمد لله بقى الوضع فيها مستقر بشكل كبير جدا رسالة المستثمر كمان رسالة طمقانة للمستثمرين طبعا كون سيد رئيس الجمهورية يجي يفطر مع قوات شرق القناة في سينة في شهر رمضان ده رسالة طبعا يعني يعني لا يضهيها رسالة اخرى كون ان يتصدق لنا بان احنا نعمل تتعمل حفلة غنائية طبعا للفنان محمد منير وزملاء الاخرين بهذا الكام ما بقاش انا كنت قاعد حقيقي بشعر بالفخر لان كده احنا سوينا اهالي محافظة شمال سينة باهالي السحل الشمالي كله باهالي العالمين لان نفس الحفلات دي بتزاع في السحل الشمالي وفي العالمين وبنفس الاسلوب يمكن والشركة المنظمة هي تقريبا نفس الشركة صحيح والقبال كان كبير قوي في الحفلة جدا جدا وبرضو انا كنت تعايل هم الناس اللي حتوقف لان برضو انا حاطت في اعتباري ان الناس هنا مش متعودة ان هي تحضر حفلات ولكن كله جلوس وكلام من انما يبقى في حفلة وكل الناس وقوف وجزء كبير من الناس يعني وقفين وبيتفاعلوا مع الفنان دي حاجة طبعا جميلة وبشكر بنتاز الفرصة واشكر انضباط اهالي سينة في ان لم يحدث يعني انتعرف في الحفلات بيبقى ده يزوء ده وده يعمل ده لم يحدث اي شيء وانا اكدت مع السيد موديل الامن بعد انتهاء الحفلة قال لي ما فيش اي بلاغات عن اي حوادث حصلت في الاحتفالي عظيم احنا هنروح على فكرة بالمناسبة انتابع كمان حفلة ده شرف كبير في تقرير احنا عملناها طبعا ودير سالة والاقبال كمان اللي كان موجود هنتابع الكلام ده في تقرير لكن جزء مهم عايز اتكلم فيه مع حضرتك وهو قطاع الزراعة قطاع الزراعة مهم جدا ازاي قدرنا نزود المساحة الزراعية هنا وازاي قدرنا نوفر ميا كمان لهذه المساحة احنا كانت مشكلة عندنا هنا عندنا محافظة شمال سيناء عبارة عن جزئين جزء الشمالي وجزء الاوسط دول اتنين بيكونوا محافظة شمال سيناء كانت عندنا الجزء الشمالي بيعتمد فيه على مياه الامطار وعشان كده بتلاقي المزارع تكسر في اتجاه الشمال كانت المشكلة الرئيسية عندنا في اتجاه في الوسط وسط سيناء كنا عشان خطر نحفر بير ونطلع منه مياه عشان الزرع كان البير ده بنحفر له حتى عمق 1200 متر تخيل كيلو و200 متر بتحفر تحت الارض طيب المياه حفرنا البير والمياه طلع بتلاقي هذه المياه اللي هي بتاعة البير بتروي اديه او بتسي اديه بتسوي ايه اربعين فدان فقط يبقى انت دافع اتناشر مليون البيير بيتكلف اتناشر مليون جنيه دافع اتناشر مليون جنيه العقد منه ايه العقد منه تزرع اربعين فدان فهي وبرضو المشكلة التانية ان قد تكون المياه فيها نسبة ملوحة ما تقدرش تزرع عنوعة معينة من الزرعات فكان هي مشكلتنا الرئيسية الارض مستوية وارض خصبة ولكن المشكلة في المياه الحمد لله بافتتاح السيد رئيسي الجمهورية رئيس عب فتاح السيسي محطة معالجة مياه بحر البقر حلت مشكلة وسط سينة حلتها نهائية يعني دلوقت القوات المسلحة شغالة في المشروع المشروع اشرف على الانتهاء يعني شرف على الانتهاء منه طيب المشروع بتاع محطة معالجة مياه بحر البقر حجيب لسينة خمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب في اليوم عزيزي طيب الخمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب حيزرعوننا قديه ده المهم ربعمية ستة وخمسين الف فدان يعني بنتكلم في نص مليون فدان من مصدر واحد بس وهو محطة معالجة مياه بحر البقر فدي حاجة بالاضافة بقى عندنا بقى ترعة السلام في الجزء الشمالي دي برضو بتعمل مئتين خمسة وسبعين الف فدان فيعني احنا بنتكلم في حوالي تلت تربع مليون فدان في شمال سينة ان شاء الله خلال سنة او سنتين حتكون كل الارض دي زي ما بنقول كده ارض خضرة ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله خلال دوقتي نروح نشوف تقرير عن حفلة الكنج محمد منير عن هنتابع بقى من خلال التقرير الحفلة والتنظيم اللي سيادة المحافظ كان بيتكلم عنه والاقبال الكسيف كمان من اهالي سينة على هذا الحفل طبعا جزء مهم نحب نتكلم فيه مع سيادة المحافظ وهي المجمعات الصناعية فان احنا عندنا هنا تلت مجمعات صناعية كبيرة مجمع صناعي في بير العبد مجمع صناعي في مدينة العريش مجمع صناعي في وسط سينة عايز اقول حاجة كمان ان احنا السيد رئيس الجمهورية اصدر قرار بان المجمعات الصناعية ارضها بالمجان للمستثمرين فدي دعوة بوجهها لجميع المستثمرين هات فكرتك ونفذ واحنا معاك سيادة تلو احنا بنشكر حضرك شكرا جزينا على هذا المجود وهذا اللقاء شكرا جزينا سيادة تلو محمد عبد الفضيل شوشا محافظ شمال سينة شكرا شهدين كده حلقتنا خلصت من العريش وفقراتنا لكن لسه بالمناسبة عندنا تقارير هنعرضها تباعا في حلقة صباح الخير يا مصر ولسه المشروعات والعمل جاري في العريش وفي شمال سينة بشكل عام المشروعات يتم تنفذها ولسه في التحاد زي ما قلت لحضراتكم لحد يوم خمسة مايو بنشكر حضراتكم على المتابعة بكرة ان شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس المعاد وصباحكو زي الفن